دقلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح ومنهم من مال إلى الزهد فتدثر بلحافه وتزمل بجبته فنهى النفس عن الهوى وجد في التقوى حتى ترصع بتاج العفاف ونال مركبة الورع ومنهم من حدثته نفسه بطلب العلم وتحصيل المعارف فهو في دأب عظيم وشغل جسيم فمراده العلم ومقصده الفهم أما ساقط الهمة فهو بارد الأعصاب ذابل الروح متجمد الدم رضي بالدون وأخلد إلى الأرض وأنس بأشكاله من الناس وصاحب أمثاله من البشر فأقل شيء من العلم يكفيه أهمل نفسه من التعليم وأعفاها من التأديب واستسلم للراحة وأتبعها هواها وتمنى على الله الأمان ميه يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام لكن صاحب الهمة في شغل شاغل يجمع الفضائل ويحصل المكارم ويهذب نفسه بالعمل الصالح ويغذي فكره بالعلم النافع ويزكي روحه بالخلق النبيل وينفع أمته ويحمل رسالته فبوركت هذه الهمة العالية دقلا وحليب مع الأستاذ البخاري بن صالح